وللمزيد من المتابعة معنا كريم بيبرس موفد التلفزيون المصري كريم بعد التحية ما هي آخر المستجدات لديك الآن نعم تحياتي لكم وتحياتي لجميع مشاهدي التلفزيون المصري من أرض السلام من شرم الشيخ بالفعل تابعنا منذ صباح اليوم ومنذ أمس بالفعل وصول الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة سواء كانوا من الرموز السياسية أو الرموز الفنية أو حتى الشباب من سن 18 حتى 40 عاما بالفعل يشاركوا في هذه النسخة الستنائية بالطبع خصوصا بعد جائحة كورونا في ظل إجراءات احترازية يتخذها محافظة جنوب سيناء وتحديدا شرم الشيخ وبالطبع هذه الإجراءات الاحترازية من ارتداء للكمامات وبالطبع توجيهات من المتطوعين في منتدى شباب العالم بالمشاركين بحفاظ على التباعد الاجتماعي على قدر المستطاع بالإضافة لذلك فور وصولنا لمطار شرم الشيخ الدولي لحظنا بالفعل وجود هؤلاء المتطوعين لإرشاد المشاركين في المنتدى للأماكن الصحيحة حتى يصلوا لأماكن التسكين الخاصة بهم قبل بداية المؤتمر وهو في العاشر من يناير أو الاثنين القادم حتى الثالث عشر من يناير بالطبع هؤلاء المتطوعين متواجدين داخل المطار متواجدين أمام الفنادق متواجدين للاستعدادات الخاصة بالمنتدى أيضا متواجدين داخل هذه الأماكن الخاصة لتوجيه المشاركين وأيضا استخراج التصريح الخاصة بهم والتأكد من هويتهم المختلفة أيضا على هامش التجهيزات الخاصة بالمنتدى هناك الرموز الفنية التي ستشارك في منتدى شباب العالم في نسخاتها الرابعة وسيكون المشاركون عددهم بالطبع سيصل إلى خمسة ألاف مشارك هذه النسخة مثل التي سبقتها على الرغم من أن النسخة الأولى كانت ثلاثة ألاف وخمسمائة مشارك فقط هناك الرموز الفنية مثل بالطبع الفنانة الأسبانية التي شاركت في أحد المسلسلات مثل الكاسا دو بابيلا المسلسل الأسباني الذي بالطبع كان له شهرة خاصة في الفترة الماضية وكانت شهرتها ركال أو المحققة ركال ربما هذه أيضا علامة على أهمية هذا المنتدى وأيضا كما ذكرنا هي محاور أساسية يعتمد عليها المنتدى سواء كان السلام أو التنمية السلام وهو تبادل الثقافات بين الشباب من مصر أو من خارج مصر من بلاد العالم أجمع سيتبادلون الثقافات المختلفة لبناء مستقبل أفضل بين الشباب وخصوصا بعد جائحة كورونا أيضا هذه ربما أرض السلام شرم الشيخ تستضيف المنتدى في نسخته الرابعة وهو أيضا فرصة لعودة السياحة مرة أخرى لشرم الشيخ أيضا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المختلفة سيكون هناك عدد من الورش العمل ستكون خلال المنتدى وقبل المنتدى سيكون هناك أيضا ورش عمل للتعامل وكيفية التعامل بعد جائحة كورونا وأيضا التناقش حول التنمية المستدامة وهي من الملفات الهامة جدا خصوصا استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 واستراتيجية القرى الأفريقية 2063 ذلك محاور عديد سنطبعها بالطبع على مدار الأيام القادمة كريم بيبرس موفد التلفزيون المصري شكرا جزيلا لك على هذه الجولة